أعزائي المشاهدين اخترنا أن نتحدث في هذه الحلقة عن شخصية مختلفة بعض الشيء عن الشخصيتين التي تحدثنا عنهما في الحلقتين الماضيتين اخترنا أن نتحدث عن رجل جمع بين مهنتين أو بين اختصاصين أو بين موهبتين في الأقل الطب والأدب ذلك هو الأديب الطبيب محمد أمين بق آل ياسين المفتي من كبار أعيان وكبار مثقفي مدينة الموصل في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر محمد أمين بق آل ياسين المفتي ربما كان من القلائل الذين جمعوا عن جدارة بين الطب والأدب نعم كان هناك أدباء أو كان هناك مؤرخون أيضاً مثل ياسين العمري له مؤلف في الطب يعني كان الطب ثقافة يعني عاناها عدد من الأدباء ولكن هذا رجل كان طبيباً حقيقياً يعني طبيباً اختص بالطب وعالج به الكثير من مرضى عهده وفي نفس الوقت كان شاعراً وأديباً ومؤرخاً إلى أحد ما محمد أمين بق آل ياسين المفتي ينتمي إلى أسرة نزحت إلى الموصل منذ القرن العاشر الهجري يعني السادس عشر الميلادي منذ وقت مبكر من مدينة سامراء وهو ينتمي إلى إحدى الأسر العلوية الشريفة التي تبوأت مكانة بارزة في مدينته في مدينة الموصل وامتهنت التجارة وتولت المناصب الشرعية المهمة فيها ومن مآثرها في هذه المدينة أنها أنشأت خاناً كبيراً في مدينة الموصل هو خان ياسين المفتي خاناً كبيراً نموذج حقيقة للخانات التجارية الكبيرة وبرز من هذه الأسرة أشخاص كان لكل منهم شأن في حياة مدينته وفي أما الأدبية وأما يعني العسكرية وغير ذلك ومنهم كان محمد أمينبك هذا معلوماته عن محمد أمينبك ربما كانت قليلة في مطلعها في مطلع هذه الحياة ولكنها كانت غنية فعلاً كلما يعني مضت حياته وعاش زمنه وعاش دواهي ذلك الزمن حقيقة برزت مقدرته ومواهبه كلما يعني تراكمت أو تفاقمت الظروف كما سنرى دوهما بمرض يعني وهو صغير شاب صغير مرض في الكبد كما يبدو لأنه وصف هذا المرض فيما بعد يواضح أنه مرض في الكبد ألزمه الفراش فترة طويلة من الوقت ولم يجي شيئاً يعني يقرأه ليمضي الوقت إلا كتب الطب التي توفرت لدى الأسرة لدى أسرته وما دل على أن أسرته أيضاً كانت يعني تعاني هذا العلم من جيل أو أكثر وأخذ يقرأ كل ما تصل إليه يده من كتب الطب ويبدو أنه كان يحاور أطباء الموصل في ذلك الوقت كان من الموصل أطباء كبار يعني محمد العبدالي كان طبيباً وجراحاً في آن الواحد كان هناك أطباء مشهورون ومعلومون وكان هو يعني يعزز ثقافته من خلال معرفته بأولئك الأشخاص وأيضاً من قراءاته الواسعة وشيئاً فشيئاً حينما بدأ يتماثل للشفاء كان الرجل قد أصبح طبيباً تماماً وهو يقول أنه أحمد الله على أنه أصابني بهذا المرض الذي دفعني إلى تعلم الطب وحتى بعد إن شفية قد يواصل دراسته على أطباء الموصل الكبار وكانت الموصل في هذا الوقت مشهورة بأطبائها حتى كان أطباؤها يوفدون أو يرسلوا عليهم من ولاة وأمراء المدن الأخرى لكي يصلوا إلى مدنهم ليعالجوهم يعني كان والي البغداد كان علي فاشق كان يتطبب لدى هذا الطبيب وكان أمير الإعمادية يرسل على طبيب يتعالج عنده وهكذا كانت الموصل حافلة بالأطباء الكبار ونشأه بينهم وتعلم منهم وقرن المعرفة النظرية بالمعرفة العملية ولذلك نجد في كتبه إشارات كثيرة إلى معاناته علم التشريح وكان هذا علماً التشريح كان علماً ينظر له بحذر وحقيقة ينظر إليه بشيء كثير من الكراهية لأن التشريح كان يعد تمثيلاً بجثة إنسان والتمثيل محرم في الإسلام وبالتالي كان الموقف الاجتماعي يقف موقفاً حذراً من معاناة التشريح ومع ذلك هو وجد الفرصة لأن يتعلم التشريح وأن يقوم ببعض العمليات الناجحة وقد شرح هذه العمليات في مخطوطة سنذكرها بعد قليل إذن أصبح هذا الرجل طبيباً ماهراً يجمع بين صنوف من المعرفة الطبية معززةً بالملاحظات السريرية التي كان يكتسبها من مراقبة المرضى ومن علاجهم سريرياً وهذا كله جعل محمد أمينبك طبيباً مشهوراً من أطباء الموصل وفي نفس الوقت كان الرجل موهوباً من حيث الملكة الشعرية التي أدت به إلى أن ينظم القصائد الطوال بالنفس الطويل ويجمع هذه القصائد أو بعض ما نظمه من قصائد بديوان مهم يعني قصائده في ديوانه تنم عن قابلية فذة في نظم الشعر وفي التعمق في شؤون الأدب حتى أنك تعجب كيف جمع هذا الطبيب بين الطب بما فيه يعني من مما يحتاجه الطبيب إلى بعض القسوة في التعامل مع المرضى وأقصد القسوة القدرة على التعامل مع الجروح ومع غير ذلك وبين رخافة الحس التي بدت في ديوانه وحقيقة كان الرجل يعني يطبب الناس ويعالجهم مجانا لم يكن يتقاضى فلسا واحدا مما كان يفعله وحتى كان الفقراء يقصدونه في قصره كان له قصر في مدينة بلدة بعشيقة هنا قصر ريفي جميل وكان الناس يقصدونه إلى بعشيقة لكي يعالجهم وربما أضافهم ضيفهم في قصره وقتا إلى أن يبلغوا النقاها أو إلى أن يشفوا من أمراضهم على نفقته الخاصة يعني يعالجهم وينفق عليهم في بيته وهو يذكر أن هذا الدواء مثلا جربه أو استخدمه في الحالة الفلانية عندما وفد إليه أهل القرية الفلانية كان يعالج المرضى بكم كبير أهل القرية جاءوا إليه وكان يعالجهم وكان ينجح فيما يقدمه إليهم من شتى صنوف العلاجات وفضلا عن ذلك كان يقصده إضافة إلى المرضى يقصده الشعراء والأدباء من الموصل القريب ويضيفهم في قصره وتجري في أماسي تلك الأيام التي يقضونها في قصره كانت تجري الحوارات الأدبية وتناشد الشعر وكأنهم شعراء متفرغون للشعر والثقافة وحدها هذه الفترة التي قضاها محمد أمينبك في بلدة بعشيقة كانت فترة ثرية بنتاجاتها العلمية والأدبية في آية واحد ومع ذلك حينما داهمت بعض المشاكل والفتن الموصل وامتد أثرها إلى بعشيقة اضطر أن يترك قصره هذا ويذهب إلى بغداد حيث كان خاله وهو عبدالله الفخري كان رئيسا لديوان الإنشاء في بغداد وديوان الإنشاء هو الدائرة المعنية بتحرير الرسائل إلى الولاة وإلى الزعماء من القوى المجاورة أو إلى الدولة العثمانية بواشرة يعني الذي يتولى هذا الديوان كان يجب أن يكون أديبا متمكنا من صنعة الكتابة كما كان يقال فعاش في كنف هذا الخال وتزوج هناك فتاة من سراتي من الأسر العريقة في بغداد وأنجب عددا من الأولاد الذين سيكون لكل منهم شأن في مضمار الثقافة كما تذكر تراجمهم المهم في هذه السيرة أنه ألف عددا من الكتب المهمة لعل أهمها كتاب سماه الشفاء العاجل والدواء الكافل الشفاء العاجل والدواء الكافل هذا الكتاب كتاب ضخم بأكثر من أربعمائة ورقة كتبه بخطه الجميل وذكر فيه أكثر أو بحدود ثلاثمائة مرض وقدم لكل مرض علاجه والأدوية التي تأخذ من أجل الشفاء من هذا المرض الكتاب مهم جدا ألحق به رسالة في تدارك أمر الجدري وكان مرض الجدري في ذلك العصر يمثل وباء خطيرا لا يمكن دفعه إلا أن يترك آثارا على كل فرد يصاب به يعني ربما يفقد عينه أو يشوه وجهه إلى غير ذلك لم يكن ثمة لقاح حتى أذاع الطبيب أظن له ألماني اسمه جنر اكتشافه للقاح الجدري الغريب أن محمد أمينبغ نشر أو كتب رسالة في العلاج من الجدري في هذا الوقت المبكر حتى قبل أن ينشر أو يذيع جنر اكتشافه الشهير فيما بعد عن مقاومة مرض الجدري كان هذا الطبيب إذن نابها كان بارعا كان مكتشفا كما يتوضح من كتابه الشفاء العاجل والدواء الكافل كان مبتكرا لعلاجات كثيرة مجربا فضلا عن قراءاته الواسعة في كتب الطب القديمة حتى تشعر أنه يحفظ هذه الكتب الطبية يحفظها على ظار قلب فضلا عن دراسته النظرية للكتب الطبية كان يعزز هذه المعرفة بالتجربة العملية بالتجربة العملية وهو يصرح بذلك أنه جرب هذا ولاحظ هذا وكان يعني يدون ملاحظاته السريرية في كتابه هذا حتى جاء هذا الكتاب كنزا من الكنوز الطبية الذي لم يجد فرصة له أن ينشر إلى حد اليوم أيضا له كتب أخرى كتب في الحكم وفي المواعظ وفي البلاغة أكثرها في البلاغة أحلاق الذهب وإلى غير ذلك وديوان شعر عظيم فيه قصائد بليغة كبيرة أكثرها في المدائح النبوية لم يكن يهتم بمدح الأشخاص الأحياء لأنه كان في غناء عنهم الشعراء كانوا يمدحون الولاد وأرباب السلطان يعني طلبا لما ينفحونه بهم من مال من مكافأة أما هو فكان موسرا لم يكن في حاجة إلى هذا وبالتالي كان كثير من شعره نظمه في مدح الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ومدح الصالحين من المتوفين يعني لم يمدح الأحياء إلا في بعض قصائده ونشعر أن مدحه لهم لم يكن طلبا لمال أو مكافأة وإنما تقديرا لمزاياهم أو لصداقة جمعت بينهم عاش يعني متعففا عن مديح وطلب المال عن هذا الطريق مشغولا بالنظم وبالدراسة الطب وباستقبال ضيوفه في قصره في بعشيقة وحقيقة ترك لنا آثارا مهمة من المؤسف جدا أنها جميعها لم ينشر جميعها لم ينشر يعني من آثاره مثلا أنه نظم قصيدة في وصف حمام العليل الاصطياف في حمام العليل هذه نشرت رسالة صغيرة نشرت نشرها الصديق الجليلي منذ عادة بعد سجل في هذه القصيدة أنواع من مظاهر الحياة الشعبية وما سمي فيما بعد بالفولوكلور الذي كان يجري في بلدة حمام العليل في أثناء موسم الاصطياف كان يعني رجلا مرفها كما نشعر في كتاباته كان معتزا بتقاليد مدينته حتى أنه سجلها في أراجيز وفي قصائد له ويبدو أنه كان مؤرخا أيضا مع أننا لا نعلم له كتابا في التاريخ لكنني وجدت له خوامشة وحواشي كثيرة على كتاب سبق أن حققته منذ عادة وهو ياسين العمري اسمه الآثار الجلية في الحوادث الأرضية وجدت له وكان ياسين العمري قد أهدى هذا الكتاب إليه يعني إلى محمد أمين بيك فعلق عليه محمد أمين بيك بتعليقات كثيرة وافية دلت على مدى علمه وتعمقه بالتاريخ وبرصد حوادث مدينته بدقة تحدث عن الأسعار المواد وعن الموازين وتحدث عن الحوادث السياسية والاقتصادية وغيرها كان رجل إذن يجمع يعني مجموعة من المواهب ومن الاختصاصات ونبه بها جميعا حقيقة مما يعني يثير العجب ويثير يعني الإعجاب أيضا تمكن محمد أمين بيك إذن من أن يمثل قدوة يعني لأبناء عصره ولشباب عصره لأن يحذو حذوة فبرز من الموصليين من درس على يديه الطب ومن تأثر بشعره وبأدبه منهم على سبيل المثال المؤرخ الموصلي الشهير محمد أمين العمري مؤرخ الموصل كان يذهب إلى قصره ويقوم طيب معه الوقت الطويل في المسامرة وفي المحاورة وبالتأكيد كان معظم محاوراتهم يعني موضوعها تاريخ الموصل وما كان يمر بها من أحداث ربما يعني يحسن أن نشير أيضا هنا إلى أنه تمتع رغم البحبوحة التي عاش بها كان تمتع بخلق عال أشاد به مترجموه يعني رغم ثرائه رغم كثرة من يقصده من المتقفين رغم كل شيء كان الرجل متعففا وعلى مستوى عال من الخلق الرفيع متدينا مواضبا على أداء فروضه ولم يعني يشجعه الجو الاجتماعي الذي عاش فيه الجو الاجتماعي الذي الأدب والأدب فيه الشعر والشعر فيه المقدمات الغزلية وغير ذلك لم يدفعه هذا إلى أن يخل بواجباته الدينية والروحية فكان متدينا وكان على مستوى أشاد به المؤرخون محمد أمينبق ألياسين المفتي إذن كان نموذجا للمثقف العراقي للطبيب الإنساني الذي كان يعالج المرضى ويضيفهم على حسابه والأديب الشاعر الذي جمعت بينه وبين متقفي عصره ومتقفين ليس في المدينة الموصل وحدها وإنما في المدن الأخرى مراسلاته تكشف عن أدبه وعن رشاقة عبارته ومؤلفاته التي ما تزال مخطوطة كلها ربما هي جديرة بالتحقيق والنشر وقد وقفنا على بعض هذه المخطوطات فوجدنا فعلا تستحق أن تكون موضوعا لرسالة جامعية أو إلى كتاب أو إلى دراسة تستوفي أهمية هذا الأثر أعزائي المشاهدين لنا لقاء إن شاء الله في حلقة مقبلة مع علم آخر من علماء العراق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة